أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنسي للعسيز الرحيم لتنظر قوما ما أنظر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم عغلالا فهي إلى الأغقان فهي إلى الأغقان فهم مقمحون واجعلنا من بين أيديهم سدا ومن قلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يرسلون فصراء عليهم ما أنظرتهم أم لم تنظرهم لا يؤمنون إنما تنظر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحي الموتى ونكتو ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء أهل مرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعدلنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنسر الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مسلفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه الترجعون أأتخذوا من دونه آلية إوير ذن الرحمن بذر لا تغني لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنتم بربكم فاسمعون قيل دخل الجنة قال يا ليت قوم يعلمون بما وفرني ربي واجعلني من المقومين وما أنسلنا على قومه من بعده موجود من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم قامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستأزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محدرون وآيات لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواز كلها مما تنبت الأرض ومن أنقسهم ومما لا يعلمون وآيات لهم الليل نسفى نسلق منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تضري لمستقر لها ذلك تقدير العسيس العليم والقمر قد درماه مناسل حتى عاد كالعرج القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابقنها وكل في فلك يسبحون وآيات لهم أننا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن شاء نقرقهم فلا صريخ لهم ولهم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتكوا ما بين أيديكم وما خلفكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات من آيات ربهم إلا كانوا عنها معردين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقهم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنتعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يقصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفق في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينصلون قالوا يا ويلنا من معتنا ممن قدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محدرون فاليوم لا تضلوا نفس شيئا ولا توزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون وهم وأزواجهم في ذلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكية ولهم ما يتعون سلام قولا من رب الرحيم وامتسوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدب مبين وعن عبدوني هذا سراط مستقيم ولقد أدل منكم جبالا كثيرا أفلن تكونوا تعقلون هذه جعنم التي كنتم توعدون إسلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نقتم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهدوا أرجلهم بما كانوا يقصبون ولو نشاء لتوسنا على أينهم فاستبقوا السراط فأنا يمسرون ولو نشاء لوسقناهم على مكانتهم فما استطاعوا مديا ولا يرجعون ومن نعمره نقصه في الخلق فلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إنه إلا ذكر وكرآن مبين لأنظر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذلنا لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منعف ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلية لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محدرون فلا يحزن كقولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو قصيم مبين واضرب لنا مثلا ونسى خلقه قال من يحيي العظام وهي رمين قل يحيي الذي أنسأها أول مرته وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشذر الأخضر دارا فإذا أنتم منه توطدون أوليس الذي خلق السباوات والأرض بقادر على أن يقلك مثلهم بلى وهو خلاق عليم إنما أمله إذا أراد شيئا لن يقول له كن فيكون فاسبحان الذي بيده ملكنت كل شيء وإليه الترجعون